توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص دو الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبيات الخاص الدولي والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعايتهم للأشخاص دو الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم هذا بجانب أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يحصل على الجائزة في دولة في منطقة الشرق الأوسط وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص دو الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقضايا الأشخاص دو الإعاقة منها إعلانه 2018 عاما للأشخاص دو الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات ترجمة نانسي قنقر